اشتركوا في القناة فالطفل الذي يبدو انه عالق في مزاج سلبي يشعر باليأس وعدم القدرة على الاستمتاع بأي شيء قد يعاني من الاكتئاب وقد يحتاج إلى المساعدة للتعافي وعلى الرغم من ان الاكتئاب غالبا ما يبدأ في مرحلة المراهقة فان خبراء الصحة النفسية يؤكدون وجود علاقة بين الاحداث الكبيرة وبين الاكتئاب لدى الاطفال وهناك علامات مميزة ومحددة للاكتئاب لدى الاطفال وقد يكون من الضروري الانتباه لها وملاحظتها منها الحزن المستمر واليأس اذ يعاني الطفل الذي يشعر بالاكتئاب من الحزن واليأس ويكون سريع البكاء على غير العادة ومن علامات الاكتئاب ايضا فقدان الاهتمام بالانشطة التي كان يستمتع بها في السابق والملل من انشطته ورياضته المحببة كما يصحب ذلك تغيرات في الوزن اذ قد تزداد شهية او تنقص لدى معظم الاشخاص المصابين بالاكتئاب وتتغير عادات الاكل لدى الاطفال المكتئبين سواء بالاثراط او الامتناع عن تناوله ويعاني الاطفال في حالة الاكتئاب من اضطرابات النوم حيث يواجه المكتئبون مشاكل اثناء الاستيقاظ او الخلود الى النوم باستمرار وكذلك التكاسل والتباطئ فيقل تفاعل الطفل مع الاخرين وتنخفض معدلات نشاطه او لعبه وفي حال استمرار علامات الاكتئاب لفترة طويلة ينصح الاطباء بعدم التهاون والذهاب مباشرة الى المختصين ذلك ان ترك الطفل المكتئب دون معرفة الاسباب او العلاج فالنتائج ستكون خطيرة